اصدرت الشرطة الفرنسية صورا لمشتبهم به يعتقد انه اودع حقيبة ورقية تحتوي على جهاز فجرى يوم الجمعة الماضية ما اصفر عن اصابة 13 شخصا في احد شوارع المشاء المزدحمة في مدينة ليون وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الارهاب انه تم فتح تحقيق في محاولة مشتبه به في تنفيذ عملية ارهابية وكذا المسؤول الفرنسية ان المحاققين عثاروا في مكان الحادث على كرات معدنية وبطريات وجهاز اطلاق يمكن استخدامه عن بعد وقطع بلاستيكية قد تأتي من الجهاز المتفجر